تمام جيمي والله الكاف خرج الأمور برى السيطرة تماما حول الأمر من خلاف إلى معركة الكاف لديه التصميم أنه يوجه البطولة وتاني بنأكد ما عندناش أزمة أبدا مع المغرب عندنا أزمة مع بعض مسؤولين الكاف منهم فوز الأقشع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا واللي تذمنت أحداث اليوم مع عدم الاستجابة لزيارة فوز الأقشع على معسكر النادي الأهلي مما يطفي المزيد من الاستغراب أنه ليه كل هذا بيحصل النهاردة قبل المباراة 24 ساعة ليه جمهير النادي الأهلي إضافة لكل هذا ليه جمهير النادي الأهلي النهاردة المتواجدة بالفعل في المغرب في الوقت المخصص لفتح المران الديما نسوان أو المران اللي بيكون قبل المباراة برضو أنت تتكلم لكي قالوا لي الأهلي دايما بنتبع الأمور الرسمية لكن رسميا الأهلي لم ينفي لم يعلن لم يعلن لنادي الأهلي أنا لم تكلمتش مقلتش لنادي الأهلي رفض لأنه باترس موتسيبي النادي الأهلي لم يعلن لكنه باترس موتسيبي أعلن مباراة أنه أعلن مباراة في حوار صحفي لجريدة لو باريزيان لو موجود الناس يقدروا يجبوه أنه بيقدر النادي الأهلي وبيقدر كتب محمود الخطيب لكن هو ما يعرفش أسباب أنه الجلسة اللي مفروض كانت بالكونفرنس ما تمتش لي ده رجل أعلن مباراة في نفس السياق في نفس السياق لكن الأزمة لا زالت مستمرة الأزمة لا زالت بيعاني منها جمهير النادي الأهلي النهاردة تم منع حتى من 15 دقيقة المخصصة لفتح المراني النهاردة تم منع جمهير النادي الأهلي 500 فرد تقريبا تم منعهم الصور موجودة فيديوهات موجودة تم منعهم من قبل الكاف أنهم يتواجدوا يوجهوا رسالة فقط لللاعبين تم منعهم لازل التعنت مستمر طبعا كل يحب يقوله ده بنتكلم على مراكة خارج الملعب أنا متفق جدا مع الكلام الألحمن أنه الفرقة مقفول عليها تماما الجهاز الفني يقفل على الفرقة تماما الفرقة بعد نفسها تماما عن كل ده مجلس الدارة موجود في الأوتيل لا يفارق الفرقة أبدا حتى لما راحوا لمعانية الملعب كان في بعض العناصر موجودة داخل الأوتيل منعا أن يحصل أي اختراق إعلامي لفندق الإقامة فده عشان بس ما يبقاش بنوجه رسالة خوف لجماهير النادي الأهلي فرقة مقفول عليها تماما لكن مراكة خارج الملعب لا زالت غير شريفة من قبل الكافة ترجمة نانسي قنقر